طبعا احنا كلنا دلوقتي شايفين ازاي الذكاء الاصطناعي فرض قوته وهيمنته وسلطته علينا احنا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي يعني حرفيا انت مفيش حاجة تقدر تعملها دلوقتي الا باستخدام الذكاء الاصطناعي حرفيا بقى داخل في كل حاجة واللي ما يستخدمش الذكاء الاصطناعي فيه ان هو يبدأ مشروعه او يبدأ شغله في الزمن اللي احنا فيه وباستخدام اصبح كل شيء سهل يبقى فعلا انا اسف اللفظ مغفل وبيضيع فرص كتير جدا 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 يعني انا قبل كده اتكلمتكم ان فيه شباب برازيليين عملوا موقع خدمي باستخدام الموقع الخدمي ده يعني عملوا باستخدام وتقريبا حققوا مش فاكر كام تقريبا حوالي ميت الف دولار في يوم باستخدام موقع خدمي عملوا بال او الزكاء الاصطناعي انت تقدر تعمل زيهم مش هقولك طبعا تكسب الميت الف في يوم عشان بس بردانكم منطقيين وانما تقدر تقدم خدمة والخدمة دي تقدر ان انت تحط عليها اعلاناتك او تكسب عن طريق الاشتراكات او بغض النظر الطرق اللي انت هتكسب بها من الموقع لان الموقع الخدمي هو موقع بيقدم لك خدمة افتراضا موقع لتعديل الصور موقع لعمل شيء فاهم قصدي يعني مش موقع برا عن مدونة مش موقع برا عن ان انت تكتب مقال زي ما احنا كنا بنعمل الاول لا موقع خدمي هو انت بتقدم خدمة تمام ممكن صفحة هبوط ممكن مسلا اي حاجة في خيالك موقع بيقدم خدمة ما فالAI دلوقتي اصبح بيعمل ده في طرق كتيرة جدا عشان تقدر تعمل ده بس انا هجيب لك اسهل طريقة وان شاء الله في فيديوهات قدامها هجيب لك الطرق الاصعب واللي اقل تكلفة بس الطريقة اللي هي دلوقتي اسهل طريقة ممكنة حرفيا اسهل طريقة للي عحبيب بالفعل يبدأ وهقولك ازا تبدأ كمان بارخص سعر خدمة هوستنجر او استضافة هوستنجر هتعتبر من افضل وارخص الاصدافات اللي موجودة على السحل لان بالفعل تقدر تبدأ بارخص سعر ممكن بجانب كمان لو انت حبيت تبدأ هدي كود هيعمل لك خصم فوق الخصم لو انت رحت عندك على اللينك اللي تحت في الوصف وبعد كده رحت عندك افتراضا على اكتشاف الخدمات اسم علش طبعا عندك هنا اللغة العربية زي ما انت شايف لو انت رحت هنا عندك على الخدمات لقيت عندك هنا في خيار اسمه هورايزن هورايزن ده باختصار سديد ان انت تقدر تبرمج موقعك وتخليه موقع الخدمي باستخدام الاي اي 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 او تقدر تعمله باستخدام الاي اي 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 فانت تقدر ان انت بالفعل تتفاد من النقطة دي اول ما يدوس هنا عندي على هورايزن زي ما انت شايف هيفتح معايا بالشكل ده اقدر ان انا هنا ابدأ اي شيء بس لازم يكون عندك بالفعل حساب او لازم يكون عندك بالفعل خطة ازاي نقدر نجيب خطة مع بلطيف الموضوع بسيط هتيجي هنا عندك على المنتج زي ما احنا قلنا تمام نرجع تاني ونيجي عندنا افتراضا يعني على الاسعار لو افترضنا يعني تمام هتليه عندك هنا زي ما انت شايف ان فيه تمام عندك هنا بيديك خطط للهورايزن زي ما انت شايف بيبدأ عندك تلاتين رسالة ده ارخص خطة لو انت حبيت ان انت تخدها عندك سبعين رسالة ده حوالي اربعتاشر دولار والحلو فيه ان هو بيكون جاي معا دومين يعني انت مش هتجيب دومين لأ هو اساسا بيكون جاي معا دومين فانت مش محتاج ان انت تشتري دومين تمام هتلاقي عندك هنا نطاق مجاني فانت هتوفر بالفعل افتراضا وانا اخدت عندي الخطة امه سبعة دولار في الشهر على اتناشر شهر زي ما انت شايف اولا ما انا اختار الخطة دي هتلاقي عندك هنا زي ما تشايف يقولك يعني حوالي سبعة دولار في الشهر الاجمال هيكون يعني تلاتة وتمانين دولار في السنة اللي هو اتناشر شهر. انت طبعا اقل حاجة تقدر تاخدها اتناشر شهر. يعني اكتر حاجة اقل حاجة تاخدها شهر. بس طبعا شهر واحد مش منطقي ان انت تاخد شهر. لأ انت هتاخد عندك اتناشر شهر عشان تقدر تاخد دومين مجاني. طيب انا عندي هنا السعر تلاتة وتمانين دولار فاصلة تمانية وتمانين سنت. اي رأيك بقى اللي يقول لك ان هو يخفض لك الخصم ويديك خصم فوق الخصم. لو انت جيت هنا عندك على هالريدك قصيمة وحطت القصيم اللي هسيبها لك برضو تحت فيق الوصف ودفست عندك هنا او كتبت القصيمة اللي هي كريزي نت هتاخد قصم فوق الخصم. زي ما انت شايف اصبح خمسة وسبعين دولار وحوالي خمسين سنت او تسسا عربعين سنت. عندك هنا زي ما انت شايف تقدر تدفع بقى بطرق عديدة. والله زي ما انت مسلا حابب تدفع عن طريق آآ باي بيل الفيزا. وطرق كتيرة اخرى يعني تقدر بتدفع بيها حتى عن طريق جوجل ذات نفسها رجل تقدر تدفع. هنا بقى على خدمة في خدمات اخرى عند يعني استضافات اخرى حرفين ارخص. بس ده مش موضوعنا النهار ده انا جاي فقط ارفق على طبعا انا عندي حساب فهخش عليه بشكل مباشر وهو ان انا بالفعل عندي عليه. ده شخص بي انا. فانا بكلمك على دلوقتي حساب شخص بي انا. فمش محتاج ان انا اشتري لان لو انت هتجيبه تقدر تعمل بي حاجات كتيرة جدا زي اللي هو آآ مسر المواقع وكمان تقدر تعمل بك كزا حاجة. فانا عن نفسي عندي فبالتالي بستخدم بتاعي. فانا لو رحت هنا عندي على زي ما انتا شايف هيظهر عندي بالشكل ده. هلاقي عندي طبعا بعد ما انا اسجل بحسابي. او عموما انت تسجل بحسابك هتلاقي عندك هنا في خيار عجب باسمه او لما تدوس عليه عندك بقول لك انتقل من الفكرة الى التطبيق او الموقع في قضون دقيقة. جرب الان وهيدخل دلوقتي معاك زي ما انتا شايف. طيب دلوقتي اقدر بقى ان انا انشئ الموقع بتاعي والله انا حابب موقع عن ايه? هقول له يا سيدي افتراضا انا حابب اعمل موقع نقول عندي هنا في طريقتين ان انا اقدر اعمل بهم موقع. اول طريق او هو ان انا ارفع صورة لموقع او شي انا حابب ان انا ابنيه. يعني افتراضا انا مسلا في صفحة هبوط انا مسلا صممت مسلا افتراضا عندي باستخدام او الزكاء الاصناعي زي ما انتا شايف? اجي مسلا هنا عندي على المأس ده واقول له اه صمم لي مسلا صمم لي وجهة موقع سياحي. تمام? افتراضا زي ما انتا شايف? يبدأ ان هو يصمم لي وجهة موقع سياحي. واقدر ان انا اخلي الزكاء الاصناعي هو اللي يصمم لي اه اللي هو الصور او اللي هي الوجهة السياحية. زي ما انتا شايف افتراضا اهو. ايه ده مسلا. انا مسلا حابب ان انا احول الموقع ده. تمام? اللي انا صممته بالاي اي لصورة بحق وحقيقي بكل بساطة قادر ان انا نزله او ان انا مسلا اخد الموقع ده افتراضا ده احلى واجمل او اخد الموقع ده بغض النظر اي موقع يعجبك اي موقع يعجبك اولي مسلا بدل السياحي موقع العاب موقع ويب العاب اه مسلا لتحميل العاب الاندرويد افتراضا اي حاجة في بالك تقدر ان انت تطلب من الزكال الصناعي هو يعملها لك في طرق كتير ان انت تقدر تصمم صورة على فكر بس انا بختار الاسهل لك والاسرع زي ما انت شايفها موقع لتحميل العاب زي ما انت شايف فبكل بساطة انا مسلا اخد والله الرابط ده او مسلا اقول يا سيدي خليه مسلا صورة عريضة عشان حتى ان الصورة العريضة تبقى احسن بالنسبة ان هو يفهم الصيغة او الصورة بشكل كامل فزي ما انت شايفه صممت موقع لتحميل الالعابة موقع لتحميل الصورة دي عجباني او محملها واقول له مسلا سيدي اجي هنا عندي على ادي له الصورة الصورة دي وقول له مثلا اصنع لهذه الثورة الى موقع وهذا الموقع لتحميل العاب الاندرويد زي ما انت شايف ادي له انتر وهو هيبدأ بالفعل ان هو يحول الصورة دي لموقع اقدر بقى ان انا معاه كل شوية اقول له مثلا والله انا اللي عجبني او مسلا في حاجة عجباني في الصورة دي او مسلا في الموقع ده محتاج نتة برمجهولي تعملهولي زي ما انت شايف كل الحاجة بستريدام الاي اي اي انا حرفية لا اتدخل في اي شيء فانا انتظر لحد ما يخلص وهرجع لكم مرة تانية زي ما انت شايف ان هو خلص دلوقتي والله الموقع شكله جميل يعني انا عن نفسي بص هنا التأثير نفسه والله شكله جميل لا حقيقي شكله جميل انت شايف اصلا عامل ازاي? لا حقيقي شغل جبار والله اقدر بقى ان انا هنا مسلا افضل بقى اقول له مسلا يا سيدي انا حابب ان انت تزبط لي ده وتزبط لي ده وتزبط لي ده وتعمل لي ده وتعمل لي ده. او ده فكرة من الافكار اللي انا قلت لك عليها. ان هو حرفين يقدر ياخد صورة ويحول الصورة دي المواب. تقدر تعمل حتى الصورة دي باستخدام. اديك انت دلوقتي عملت ووجهت موقعه. تقدر ان انت الحرفين تستخدمها. الموضوع بسيط جدا. انت مسلا يا سيدي حابب ان انت هتعدل مسلا وتقول له والله انا حابب اني انا مسلا افتراضا يعني اغير مسلا يعني هنا هقول له مسلا نغير اجعل اا اول لعبة تمام? اا مسلا انا محتاج اني انا انشورها يعني اا اجعل اول لعبة منشورة هي اا لعبة مسلا سابوي. انا والله ما عارف اسمها ايه سا سابوي تقريبا. اه سابوي تمام. سابوي اا وهدي له مسلا ناخد عندي الاسم زي ما انت شايف. لعبة سابوي. واضيف لها بعض الصور مع رابط التحميل من المتجر الرسمي. وهذا هو الرابط افتراضا تمام? او نسخت وضفت. وضفت او دلوقتي هيبدأ انه بالفعل يضيف. وهيفضل يعدل ويعمل اللي انت عايزه حرفيا. تمام? افضل عدل عليه كده باستخدام الايه? باستخدام الرسائل وهو بالفعل يفضل يعمل المشروع او الشيء اللي انت عايزه باستخدام الرسائل. فهو ممتاز جدا الصراحة في النقطة دي. تمام زي ما انت شايف او لما انا مثلا جديد ده يفتح معي. بس هو ليسا ما اضيفش الصور. فهنا اقدر ان انا يجي هنا عندي على تحرير المحتوى هنا. واضح اختار مسلا شيء اللي انا محتاج اعدله زي ما انت شايف. مسلا اقول له والله مسلا يعني هنا مسلا يقول له هنا يعني تحميل صورة. هختار مسلا عندي صورة مسلا افتراضا ما. كمثال يعني من عند وهاجي هنا مسلا عندي زي ما انت شايف. وهاختار مسلا يسيدي عندي الصورة وعمل لها سيف عندي عادي على الجهاز يعني عشان اقدر ان انا ايه ارجع لها مرة تانية تمام? فهاجي هنا عندي ادوس هنا عندي على تحميل صورة جديدة اختار الصورة ودلوقتي اعمل حفظه بالفعل الصورة هتبدأ انها تضاف عندي هنا هو. بس طبعا عشان خاطر الصيغة لسه مش ايه? مش مزبوطة لان الصيغة دي تقريبا هي صيغة اللي هي صيغة في انا محتاج صورة اخرى صيغة جي بي جي فهي دي للاسف مشكلة يعني. بس انت فهمت الفكرة يعني تمام? عندي دي جي بي جي زي ما انت شايف. اقدر ان انا اجي هنا هو. ارفع عندي الصورة تحرير المحتوى. هدوس هنا عندي صورة جديدة. الصورة دي مسلا حفظ ويبدأ انه بالفعل يعمل تحليل والصورة دلوقتي هتشتغل زي ما انت شايف. فهو كان صيغة بالفعل سيئة. اقدر حرفين ان انا اعدل على كل شيء انت عايز. يعني مسلا هنا اعدل على الاسماء العنوين اه حاجات كتيرة زي ما انت شايف تمام? اه عندي هنا التعليمات البرمغية. لو انت حبيت ان انت يعني اتعدل على الكود بشكل مباشر. ده لو انت مبرمج. فحقيقي يعني هنا انت حرفين بتقدر تعمل كل حاجة باستخدام. ممكن تقدر تعمل حرفين موقع لتعديل يعني حرفيا اه الصور. هقول له مسلا انسى يعني زي ما احنا شايفين ده. انسى الموقع اللي انت حملته ده وابدأ من جديد في مشروع جديد وهذا المشروع هو لتعديل الصور والكتابة على الصور وكمان اضافة فلاتر على الصور والتحكم في اضاءة الصور والالوان ويكون الموقع باللغة العربية وتاني وبس حلوة او هدي له وهيبدأ ان هو يعمل موقع من البداية خلص. زي ما انت شايفينه دلوقتي خلص. ارفع دلوقتي الصورة افتراضا. تمام? انا اخد يا سيدي افتراضا. يعني الصورة دي. عندي هنا السطوع قادر اتحكم فيه. اتحكم في التباين. التشبع. زي ما انت شايف. قادر ان انا اضيف مسلا فلاتر. زي ما انت شايف. وقدر ان انا اكتب على الصورة. طبعا هنا مسلا يعني سيتم اضافة الايه? الميزة على صور قريبا رغم ان انا اقيل له يعني انه يعملها. مش عارف ليه هو بيقول لي قريبا بس انت فهمت الفكرة يعني تمام? انت حارفين تقدر تبني مشروعك? هل هو يعتمد عليه بشكل كامل? هكون صريح معك? مش بنسبة ما في المية. يعني مسلا نقول بنسبة تسعين في المية. لان في حاجات انت محتاج بالفعل يكون فيه شخص مطور جنبك او حد بفهم في البرمجة واكيد انت تعرف حد بيفهم في البرمجة. يحل لك بعض الامور بس انما كل حاجة تقدر انت تعمل هنا عن طريق درداشة. ده كان الفيديو تماما يكون الفيديو عجبكم. خش عندك على لينك اللي تحت سيبولك تحت في الوصف مع الجهود استفاد من الغرض وجرب وشوف وان شاء الله هيعجبك. وباذن انتظروني في فيديو هجا هي برضو هتكلم على مشاريع اخرى متشابهة لان بالفعل في حاجة كتيرة جدا هتكلم عنها. شكرا الخير بإذن الله فيديو جديد ومع السلامة.